بسم الله والحمد لله وعلى بركة الله ننطلق اللهم اشرح لي صدري ويستر لي أمري وحلل عقدة من لساني يفقه قولي حياكم الله مشاهدين الكرام عبر قنوات تلفزيون الكويت وبالتحديد قناة إثراء الساعة المباركة التي تتابعونا عبر برنامج إثراء على الهواء لا شك من خلال تقطيتنا لفيروس كورونا نحن متماشين مع الأحداث التي تمر فيها البلاد وإن شاء الله نطمنكم أن الأمور خير ولكن من خلال التوجيه ومن خلال الإرشادات ومن خلال الاستماع بإذن الله أننا منتصرين على هذا الوباء ما أحد يختلف بأن دولتنا قاعد تمر بهذه الظروف إحنا كلنا إيد وحدة وإحنا متكاتفين لا شك اليوم راح تعرفون إن شاء الله عنوان حلقتنا وضيفنا العقالي بعد الفاصل حياكم الله مشاهدين الكرام والساعة المباركة بلا شك أن اليوم وكل يوم رسائلنا إيجابية وسأل الله العظيم أن يحفظ هذا البلد من كل مكروه وزيل عن هذه الأمة هذه القمة لأننا بديننا وترابطنا بإذن الله أننا منتصرين عنوان حلقتنا اليوم يتكلم عن التأثير النفسي لفيروس كورونا باسمكم مشاهدين الكرام نرحب بالأخ القالي أستاذ دكتور راشد السهل استشاري الأمراض النفسية حياك الله حياك الله بصباح طيب أن أكون معكم في هذا المساء طيب إن شاء الله بداية الساعة المباركة وياهلا مرحبا فيك ونحن نتشرف إن شاء الله تكون واحد من ضيوفنا في تقضية فيروس كورونا يشرفني هذا والحمد لله رب العالمين طبعا وإن شاء الله ربنا عينينا على تقديم ما ينفع الناس وما يقير أفكارهم من السلبية إلى الإيجابية إن شاء الله وإن شاء الله عبر هذه القناة أفكارنا كلها إيجابية وبإذن الله أننا منتصرين على هذا الوبا وهذا المرض بداية دكتور رغم اختلاف العلماء على موضوع التأثير النفسي إلا أن الكل يتفق أنها حالة يعيشها الإنسان مع نفسه اتجاه أمر معين ولكن اليوم أبيك تعرف لي ونوضح للسادة المشاهدين شنو مفهومة للتأثير النفسي بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم بداية أشكركم مرثانا على الدواء الكريمة هذه ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يفتح علينا ويعينا على تقديم وينفع الناس طبعا التأثير النفسي كمفهوم كمصطلح يرتبط بالحالة الفكرية عند الإنسان ممكن أنا معاك أن نكون في موظف واحد ولكن التأثير نفسي لك غير التأثير نفسي علي أنا وهذا يرجع على طريق التفكير كأنت تجاه الموقف اللي نحن فيه فبالتالي أنا أعتقد التأثير النفسي هو الأفكار التي يحمل الإنسان وانعكاسها على مشاعره وعلى سلوكه وعلى نشاطه اليومي وبالتالي يطبع عندي محاصلة شخص مرتبط بهذا التأثير النفسي فهي فعل ورد الفعل رد الفعل هو التأثير النفسي صحيح يعني نحن نقدر نقول سبحان الله هي العملية متقاربة ما بين علم النفس وعلم الإعلام لأننا دائما عندنا الرسائل الإعلامية ما بين مرسل ومستقبل صح وفيها ردة فعل حول هذا الموضع وإن شاء الله أنها متفقين في برنامجنا هذا إن شاء الله دكتور الحين نريد أن ندخل الموضوع البرنامج وهو المهم تأثير نفسي لفيركس نحن عارفين أننا في ناس تحوشها نوع من الهلع نوع من الفزع فإننا بداية نريد أن نعرف هل هذا الأمر يستحق هذا الهلع أو هذا الفزع دعني أول شيء في البداية أميز بين أمرين موضوع الهلع أو هنقول موضوع القلق نعم القلق عندنا قلق صحي صح وعنده قلق مرضي نعم طبعا نحن ندعو الناس كل الناس إلى القلق الصحي القلق الصحي معناه أن يدفعني إلى القيام بسلوكيات إيجابية لمواجهة موقف ما سواء مرض أو سواء خطر أو سواء إني كان فإنما أفكاري عن نفسي وعن هذا الموقف تدفعني إلى أن أحتاط بطريقة إيجابية ما تنعكس على سلوكي بشكل سلبي وهذا اللي طبعا رح نفصل فيه بعض شوية إن شاء الله لأنه يرتبط وايد في موضوع الرسائل اللي اتفضلت فيها سواء الإشاعات أو سواء المصادر المغذوقة نعم لكن السؤال كتوقع يركز على القلق المراضي اللي فيه هلع وهذا حقيقة أيضا يرتبط بشكل كبير بفكرة الإنسان عن الموقف أو عن الشيء هذا وعن عكاسه على نفسه فأنا أستجيب لموقف وأجد فيه خطر كبير عليه إذا اعتقدت أنه فيه خطر أن هذا الشيء أنا ما قد أتعامل معه طيب السؤال الآن أعتقد اللي لازم نطرحه من الذي يقول هذا الشيء فيه خطر إلا ما فيه خطر يعني معظم الهلع الذي يصيب الناس لأنهم عندهم معلومات بأنها ناقصة بأنها مشوشة وفي الحالتين المعلومات الناقصة طبعا الآن الهواء مفتوح والنت مفتوح وأي إنسان والمصادر كثيرة يمكن من الأقل 24 ساعة ترى رسائل صوتية وكتابية وفيديوهات عن الموضوع هذا وكل من يده بدلوه ومع الأسف يعني الناس اللي عندهم هلع يدورون الشيء اللي يزئ هلعهم ما يدورون الشيء يطمنهم فبالتالي أنا إذا عاني طول اليوم أنا أسمع رسائل تخويف ورسائل تهديد ورسائل مقلوطة عن هذا المرض طبعا نؤمن كلنا الآن أننا فعلا المرضى ما زال حتى عند العلماء معلومات مكافئة بالتالي الاجتهادات اللي قاعدة تصير حقيقة اجتهادات قالبا شخصية خاصة في السوشال ميديا وهذه كاعدة العكس بشكل سلبي وتزيد الهلع عند الناس وشوف يعني أنا أبي أيضا أربط الحقيقة بين ثلاثة أمور تفضل الأمر الأول هو شو نفكر أفكارنا الأمر الثاني هو شو نحس فيه صح الأمر الثالثة وشو نصرف يعني أنت بكرتني مقولة أن هناك ثلاث اتجاهات اللي هي اتجاه سلوكي ومعرفي ووجداني تمام يعني هذه الحقيقة بينهم رابط أنا شعوري بالخوف يرتبط بفكرتي صح إذا أنا في فراسي أن هذا الشيء خطر علي وأنا لا أستطيع رده فأرح أخاف صح مع الأسف أن الناس أعتقد أنه قسل صابون وقسل إيد وهذا ولو أنه شيء مهم صح ولكن ما هو الشيء الوحيد صح وفكرتنا أو نقص معلوماتنا عن القسل يدين أيضا تنعكس بشكل سلبي راح نتكلم فيها ترتب عليها أمراض نفسية صح أمراض ترتبط بالوساوس أمراض بالقلق المرضي أنفوتر بالضرورات نسميها سيكو السوماتية أمراض كثيرة لحقها ترتبط فالهلأ في سؤالك حقيقة يرتبط بشكل أساسي بطريقة تفكير إنسان عن هذا الشيء ونقص المعلومات عن هذا الشيء وتفسير السربي عن هذا الشيء وبالتالي يسبب هذا الحال الآن زيندكتور أنا راح أقسم الجزء الأول من الحلقة أنه لما تكلمنا عن الصحة النفسية تكلمنا عن حتى الجسدية أو النفسية يعني بلا شك أن المجتمع هو فئات عمرية في منهم الصغير في منهم الشباب في منهم كبار السن أنا ما راح أبدأ بالصغار لا أبدأ بالكبار أولا لما يستقبل مثل هذه المعلومات وخاصة لأن أنا في عندي محور ما هو السوشال ميديا إن شاء راح يكون في عرض الحلقة بداية نتكلم عن كبار السن شون يقدر يستقبلون مثل هذه الأخبار وشون يقدر يقولون هل السقار شوف طبعا أنا أقول الكبار السن أو الكبار بشكل عام ما ينبغي أبدا أن يخضعون في معلوماتهم لمصادر غير موثوقة والليا الحمد نحن عندنا في الكويد المصادر موثوقة واللقاء الصحفي الإعلامي اليومي اللي يسوي وزار صح لا أعتقد راح يكون كافي صحيح المؤتمرين مؤتمر صحفي راح يكون كافي جدا يعطيني كل أربع شزاء الأحداث صحيح والإرشادات والطرق إذن أنا ليش أبحث في مصادر ثانية فبالتالي المعلومات الصحيحة الموثوقة اللي تطمن أخذها وإذا عندك استفسارات أو نقص معلومات أيضا أرجعيها نفس المصدر أو مصادر موثوقة لأنه طبعا مع الأسف يعني الآن نحن نشوف العالم حول نقل نفس المشكلة يعني في إيطاليا وفي أمريكا وفي بريطانيا وكثير من الدول القربية فيهم عندهم هلع مبالق فيه بسبب سوء الإجراءات أو الخطوات اللي مشوا فيها ولكن عندنا في الكويت لله الحمد يعني الحكومة ممثل وزار الصحة ووزارة الداخلية ووزارة الإعلام عندهم يعني كلهم يعني يعملون بشكل فريق واحد ينعكس على تقديم معلومات وخطوات علمية إجرائية كل واحد فيها يقدر تطلع عليه سواء بالتلفزيو أو من خلال السوشال ميديا وأنا أعتقد الكبار بالتالي يجب أن يحرصون على هذه المعلومات الصحيحة لأنه فيها توازن بين الفيروس هذا وبين النكاسة علي أنا على الشخص أنا أنا اللي خذني فكرتي عن الشيء اللي أشوفه يعني تخيل أنا أمامنا أسل مثلا أمامنا أسل أنت تنحاش وأنا عادي عندي أنا بالتالي أنا متعورة مثلا مع الحي وأنت مفترس تعاملها بشكل إيجابي أنت لا ما عندك معلومات بالتالي خوفك طبيعي في الحال فأنا أبي هذا الكائن الحي اللي أمامي أعرف معلومات عنه وأعرف شلو نتعامل معه وهذا يخلي أطمن يعني منذ ما قلت قبل العقل الحقي كبير جدا بين فكرتي عن هذا الشيء وأن عكاس عن نفسيتي يعني النفسية ترى يعني الناس تقفل الناس تقفل بشكل كبير عن الخوف اللي عندهم يعني تقدون كل من البيروس صحي يعني نحن نقدر نقول أن على كبار السن ترى أنتو الخير وأنتو بالبركة لأن نحن من غيركم والله ما نسوش ونحن ناخذ منكم الرشادات والتوجيهات إن شاء الله بعد الفاصل رح نستكمل في برنامجنا إثراع الهواء حياكم الله مشاهدين الكرام والساعة نبارك اللي تتابعونا بلا شك دكتور نغالي نحن تكلمنا عن كبار السن وقلنا لكم أنتم الخير وأنتم الفركة لأننا والله من غيركم ما نسوش بلا شك نحن نتكلم عن الشباب وهذا أهم محور أنا ودي أن أخشك فيه لأن الشباب هم الآن هم المسيطين على السوشال ميديا والشباب هم أغلب متسمعنا نوعا ما هو يعتبر شبابي فنحن نتكلم عن فئة الشباب في تعامل مع هذا الفيروس أيضا السؤال الحقيقي في مكانه فعلا مهم جدا خاصة المطلع على الشباب الكويتي من بداية الأزمة هذه لليوم أن الشباب الكويتي هو القائم هو اللي يشيل البلد الحاليا في كل مجالات الحياة الحقيقة يعني الشباب عندهم طاقة كبيرة وعندهم النفاع كبير اتجاه خدمة البلد اتجاه خدثة المجتمع اتجاه المساعدة وبالتالي الحقيقة اللي سمع إلى عدد المطوعين اليومي اللي قاعد يتقدم للطوع من فئة الشباب يعني بالآلاف وهذا الشيء مشرف جدا لكن طبعا الشباب هذا يحتاجون إلى توجيه عندهم فكر عندهم طاقة عندهم نشاط عندهم استعداد فأنا أعتقد الشباب يحتاج إلى توعية فعلا توعية علمية تتعلق في موضوع حماية أنفسهم وموضوع تعامله مع القير لأن الخدمات التي يقومون فيها هذه خدمات حقيقة يمكن قبل يومين موضوع الشباب يمشون يرشون بالشوارع والخدمات في أرض المعارض الشباب هذه أنا أعتقد أنا حقيقة أخاطب الجهات الحكومية في هذا الموضوع أن الشباب تعطيهم دورات توعوية فيما يقومون به من عمل حتى فعلا نعمل ضبط وتحكم وكنت رول على نشاطهم وفعلا كل شعب الحقيقة يعود من هذا العمل بفائدة كبيرة نفسها والمجتمع الخبرة التي يتعلمها ويكتسبها من هذه النشاطات الحقيقة لا يمكن أن يجه في أي مكان وهذا دليل على أن حقيقة الشباب الكويت يثج الصدر الشباب الكويت يرفع رأس الحقيقة وممكن أن نعتم في قيادة الوطن الدكتور أنا بصراحة أخذت منك حل حلوة أن يقول لك هناك إرشادات علمية وهناك إرشادات عملية يعني أثنين هذين بصراحة كل واحد فيهم محور الحالة أنه ما يقدرون الشباب يقولون ونحن بالعكس والله يفخرين في شبابنا الذين يقومون فيه اليوم بإذن الله بإذن واحد سيكون لهم شهادة عز وافتخار في هذا اليوم نحن الآن نتكلم عن الأطفال ونحن هذا مهم للدور هذا جدا مهم وهو فئة الأطفال من خلال استماعهم لهذا الأمر شون نقدر نوعيهم طبعا الأطفال نحن نعلم أن توجيهنا هو الرسارح تكون للأطفال ولكن الأمر الأكبر اللي هو لأمر شون نوجه الأطفال قبل ما ننتقل الحقيقة للأطفال أنا ودي أيضا كلمة بالنسبة للشباب أتمنى أيضا مرة ثانية من الجهات الحكومية أن تستثمر هارو الشباب بعد الأزمة في مجالات عديدة وبدال ما يكون مواقع تكون دايم على المدى البعيد حق المستقبل بالنسبة بالأطفال الحقيقة كنا نعضو في جمعية المنفس الكويتية والحقيقة في جمعية المنفس الكويتية رئيستها الخطة الفاضي الدكتورة آسيا الجري ومجموعة كبيرة من المختصين والمهتمين في هذا المجال يعني كنا نتكلم خلال اليوم الماضي نحن كونا فريق التدخل السريع النفسي حق الناس المحتاجين وأيضا عملنا عبارات للتلفزيون وللجهات المعنية من العبارات الخاصة بالأطفال قلنا الأطفال علميا يعرفون العلميا الأطفال يتعلمون بالمشاهدة وتعلمون بالممارسة فبالتالي أنا ما ينبغي أبدا أعطي موعظة أو أعطي إرشادات للأطفال بدون جانب عملي لابد أن يشاهد الطفل حتى يمارس حتى لو أقول رح قسل إيدك ما يصير هالكلام هذا إنه ما لابد أن يجاهدني كيف أقسل إيدي لما أقول حط الكمام على سبيل المثال ما يزيل حطه بروح لازم أعلم الطريقة العلمية وإحنا نشوف في التلفزيون أيضا يعني الطرق العلمية ممكن أيضا نأخذ بعض أفلام الكرتون نأخذ بعض القصص البسيطة بعض الرشادات البسيطة الطفل يجب أن يتعلم كيف يحمي نفسه وكيف يحفظ على نفسه لأنه لا يمكن لا لأب ولا أم ولا أسرة أن تعرف الطفل أين يضع إلى طوال 24 ساعة وأنه الطفل بدون تخويف بدون إرهاب إنما أنا أعطي الطفل معلومات بسيطة وأقول له أن هذا الشيء خطر مثل ما علمه أنه لما تحط إيدك في النار هذا خطر إذن هذا الشيء لم خطر فبالتالي أنا الطفل يتعلم كيف يتعامل مع هذا الشيء أيضا طبعا أنا أعتقد يعني في رسائل سواء من جمعية النفس عندنا أو من تلزو عندكم بسيطة تساعد أو لا الأمور عرضها على الأطفال والأطفال والطفل والطفل يعني مقلد جيد جدا لوالديه يعني الطفل نحن نقول يتعلم بالاقتداء يتعلم بالاقتداء ومش يسوي ومش يسوي يتعبهم بالحرف الواحد لذلك ما ينبغي وهذه نقطة أن نأخذ الموضوع هزال أو نأخذ الموضوع قشمرة الموضوع مو قشمرة الموضوع مو هزال الموضوع مو يعني شيء عابر لابد أن يتعلم أو يلابد أن يعرب جدية الأهل بهذا خطوة هذا الأمر وكيفية الإجراءات المتبعة هذا ليس تخويف وإنما إرشاد يتناسب مع عقل الطفل بلا شك أنا بصراحة دكتور حتى في بعض الأحيان لما نتابع للسوشال ميديا وهذا سيكون محور الجاي أن اليوم قرأت رسالة جدا أعجبتني تقول أسبوعين إما انحصار أو انتشار أنت شنو تبي انحصار ولا انتشار لنحصار من خلال السوشال ميديا الآن محور نتكلم عن السوشال ميديا بلا شك أن السوشال ميديا أصبح الآن هو المغذي لبعض المعلومات سواء كان التخويف أو المعلومات العلمية صح حقيقة السوشال ميديا مثل ما قلت أنا يعني جو مفتوح صح فضاء مفتوح فما ينبغي أبدا أن تترك أو يترك المعنيين في الأمر سواء جهات حكومية أو جهات أهلية لناس غير مختصين في يدلون في هذا الأمر لابد أن يشد الرحال الجهات الحكومية والجهات الأهلية أحنا ما قلت قبل شوي جمعية علم نفس كواتية أيضا يعني قاعدت تدل وبدلها بشكل كبير والمختصين عندنا بشكل عام قاعدين يشتغلون بحيث أن كل واحد يعطي معلومات صحيحة ومعلومات دقيقة في السوشال ميديا في حسابه صح وأنا أعتقد يعني لو كل شخص يعني خاف الله سبحان لو كل شخص عنده علم حقيقي يقدم في هذا الوقت وهو يساهم بشكل إيجابي في موضوع حفاظ على المجتمع وحفاظ على الأطفال والشباب والكبار السنو أو الكبار فأنا أعتقد يعني السوشال ميديا هي التقنية صحيح الآن أعتقد ما في أحد اللي يتقنها وبالتالي نتعلمها ونشارك فيها ونجتهد فيها ونحاول من خلالها أن نجدب انتباه أكبر قطاع من الناس ليستفيدهم احنا يمكن يعني بالصباح يمكن قبل الأزمة تشوف مدى انتشار يعني الحسابات السلبية الحقيقة اللي تضر المجتمع ولا تفيده وانتشارها بشكل كبير الآن اختفت اختفت لأن طبعا أولا ما عندها معلومات حقيقية صح هي مضوع بهرجة على دكتور أنا فهمت قصدك أنا فهمت قصدك انتش اللي تبيت وصل هذا اللي فهمت أن فعلا لما تصير العملية علمية وادبية واخلاقية وثقابية يبين هنا الرجال يعرفون منهم المتابعين الحقيقيين أما ما قبل ذلك سواء كان على الأكل ولا على مستوى هذي وينهم فعلا هذي احنا شنقول عسى الله يصلح الحال وإن شاء الله ربنا يعطينا درس على هذا الأمر المهم دكتور أنا في عندي موضوع جدا مهم وهو أحيانا في بالسوشال ميديا في مؤثرات صوتية سواء كان الموسيقى سواء كان بعض التأثيرات هل هذه تعكس على الطفل والفئات العمرية كلها ولا لجانب واحد فقط من الفئات العمرية شوف الصوت لأثر كبير جدا سلبي أو إيجابي سواء قوة الصوت أو نوع الصوت فبالتالي أنا أعتقد نفس الشيء الناس المختصين أن يختاروهم من الأصوات هذه ما يتناسب على الموضوع صحيح يعني ما حط لي موسيقى رعب مثلا مع طفل يعني لمس أو أصيب بهذا المرض والموضوع مرعب إنه موضوع توجهات هنقول المية الصوت ما يمنع أبدا إذا كان متناسب يتناسب مع الحدث نفسه حين يعطي قيمة للحدث نفسه توجيه الناس أو تهديئة الناس في هذه المواضيع أنا أعتقد ولكن يعني يعني نكون حريصين جدا في اختيار هنقول التوافق بين الحدث وبين الصوت اللي يرافق لهذا الحدث ممتاز يعني أننا من خلال السوشال ميديا هي رسالة إيجابية يجب على الجميع أن يحتم فيها وينقلها لأننا لاحظنا في بعض أخبار للأسف شوهت صورة بعض الأشخاص الموجودين على أرض الكويت خاصة في سرعة نقل هذا الخبر يعني أنا اليوم وصلني واتساب والله الحمد لله والله الحمد أني من قريته دريت أن نعملية فيها خطأ رح تسيده وبحث بالمعلومات الحقيقية اكتشفت أن هذا المعلوم خطأ فأرسلت للشخص قلت الله يعافيك تحقق من معلومتك لأن أنت ممكن رسلتها لآخرين فإحنا يا شيخ ليش دائما نحاول نسرع في نقل الأخبار ليش ما نتحرى الأخبار يعني وهذه يعني أيضا سؤال حقيقي في محلة يعني مثل ما أنتوا عندكم السبق صحفي عندكم أنا أعتقد الناس عندهم يريد أن يكون سباق في نقل معلومات ويمكن خلال اليومين طهو صار مشاكل على كويت وغير كويت والسؤال في هذه وهذه الحقيقة بسببها التسرع نعم الله التسرع وغدم التأكد والتريذ من المعلومات شفت هذا أو سمعت هذا أو يعني نجع على طبع أنقله وانت عرف موضوع صعب ضبطه إنما أنا لما أعيني خبار ماذا ما تفضلت ووقف عنده أتأكد من مصدره وصحته وسلامته وبعدين ممكن أنشرها ولكن ما أنشرها بعدين أقول ما أدري ما كفايدة ما يصير ما يصير يعني هذه سمعت بلد ممكن الشخص هذا الذي ينغل الخبر يمكن يستخدمه بطريقة سلبية مع نفسه حتى يعني إرشادات معينة أو معلومات معينة التعامل مع الموقف يعني أنا أعتقد هذه معلومات يجب أن بالنسبة إذا كانت أطفال صح يجب أن يتأكد يتأكد عليها الكبار وإذا كان كبار من الآن كل واحد كبير يسأل نفسه قبل ما أول ما يلا خبر ما مصدر هذا الخبر صح يتأكد مصدرها مصدرها موثوق ما عندي مشكلة ولكن مع الأسف رح نكتشف أن أكثر من 50% من المعلومات والأخبار يتنقل لنا مقلوطة مقلوطة أو مشوشة أو مشوهة فبالتالي لأننا بسرعة ننشرها خاصة في القربات هذه الآن فنكتشف الوقت أو نكتشف شيء بعد ما يفوت الشيء بلا شك من خلال كلمة الإشاعة هي في علم الإعلام عندنا أن دائما من يصيق الإشاعة هو الإنسان القير سوي أما الذي ينشرها هذا الإنسان السابج والذي يصدقها هذا الإنسان القدي أسأل الله العظيم أن لا يجمعكم على هذول الثلاثة لأن كل من هو عايش على هذه الأرض هو مننا وفينا سواء كانوا وافدين أو أجانب كلكم على عيننا وراسنا لأن أنتم في صلامتكم تهمنا بعد الفاصل استمرين